بهالقسم هيدا راح منشوف كيف فينا نخلق لمستخدمينا بمنطقة الاردن مندخل على job configure coordinate system ومنختار منحد البروجيكشن البروجيكشن الجديدة فازا البروجيكشن الجديدة علينا انه نخلقها تحت منطقة الميدل ايست بمنطقة او ببلد الاردن بنضغط على custom add وهون علينا انه نخلق البروجيكشن الجديدة يلي اسمها jtm فازا هيدا هو اسم البروجيكشن الجديدة نوعه هي traverse mercator اما المستخدم لا لا فنحن علينا انه نزيده او نضيفه فمنضيفه من المنطقة يلي هي موجودة حد الdatum نضغط على add نوعه هو intl نوعه الاليبسويد هو clark atm israel نضغط على next dx هي نائس مية وخمسة وعشرين ال dy هي نائس مية وعشرين فاصلة ثلاثة وال dz هي نائس مية وخمسين فاصلة سبعة اما ال rotations حول الاكسز او ال rotation حول ال x ال y وال z نتركها by default وضغط على finish وحاليا صار في عنا الشيء يلي نحنا سميناه intl نضغط على close وهون منختار الdatum المناسب للprojection طبعنا يلي هو intl نضغط على next central meridian هو سبعة وثلاثين وال scale factor هو 0.9998 تسعة 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 تمانية اما default easting فهو خمسمائة الف قلعادة والنورسينج zero هو نائس ثلاثة سفر 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 بأصلا نائس ثلاثة مليون نضغط على finish ونضغط على close وحاليا اذا نحنا دخلنا على global بنقدر نلاقي الprojection يلي هي jtm كل شي علينا نعملو ان نضغط على هيدا الزر الموجود بنص الشاشة والprojection طبعنا بتصير موجودة as jtm نضغط عليها اوكي وهون بنختار الjtm ونضغط على اوكي وحاليا احنا عم نشتغل على الprojection يلي هي جوردن traverse mercator او jtm projection